ايه انا بعد كل صلاة لازم ادعي للكابتن ثابت البطل اه طبعا طبعا السبب لا هو قليه افضل علي مش علينا بس بشكل عام هو هو الكابتن ثابت يعني بيجد الحب والاحترام زي حضرتك كده واللي عيبك كمان لا هو ثابت ثابت كمدير كورة كمان انا شافه من الناس اللي باش تتكرر اه طبعا كان راجل في قراراته وراجل في كل حاجة وبيحب النادي الاهلي لان انا عشرته سنين انا هو كابتن فتح طبعا طبعا كده و اه كان نموذك برضه زي حضرتك طبعا طبعا بالنسبة لنا عنده مبدأ اه حتى كن بيقول له ازعيم ساعتها ازعيم انا كنت بقول له اعاطف اه اه عاطف اه لا انا كن بقول له ازعيم حتى اللي بيقول له انا طرحين كن انا كلها بنحبه الحياة هو الشخصية صعبة التكرر طبعا اكيد وحبه النادي وحتى لما جيه الفترة دي جي من ليبيا ايوان جيه اخد مرتب مش هتقول رقم يعني بالظبط واستغنى عن الحاجات كتير قاوي كان بياخد قدي خمس امثال يعني هنا بياخد قرش كان في لبي بياخد خمس امثال انا فاكر ادم حنان ان هي مراته ستة عزيزة واختي عزيزة علينا قيتلي كلمه شا مارجعش فكلمته طول يا ساي بتقلي بولك ايه الناد ده ايه لو هاجه اشتغل ببناش هشتغل في الناد الاه اه انا يعني هو كان بياخد مئة الف هناك هكذا انا عارف غير بقى انت عارف كان علاقته بخزافي كان بيقبل كل حاجة اللي هو عايز اه اه كان بيجيبه معسكرات اله ومعسكرات ويروح يعمل معايشة معه في ايطاليا وقعني قلتله وراح لبرازيل لا اهلاف في العالم اهه وفي السنة دي وكان عايش بتهنن زي ما بيتقال وفانا كلمته سيف الخزافي اه فمدام حنانة ملقتلي وقلله كلمته فسابت ما ينفعش عشان عيالك وشاب قال لعيالنا ما احنا قلنات ربينا ازاي ده نادي الاهلي لو طلب مني ان يجا هشتغل افتح بوابت النادي وكل يومها بيقولها بصدق الحقيقة هشوف حب اللعيب للنادي الاهلي يعمل ايه وساب المبلغ كبيره جيه اخب مبلغ بالنسبة له مبلغ متواضع شفت في الفترات الاخيرة وهو ما كان في العلاج رجل يعني الله يرحمك ويحسن اليك يا سابت لازم نجحك وهعمل في حلقة مع اسرة الكابتن سابت هنا ان شاء الله على الهوى في النادي المجالي لان ده من واجبنا ودي بقى حاجة بسيطة بنقدمها لأسرة الكابتن سابت البطل ان شاء الله